اشتركوا في القناة خوفا من ان يقولوا عنا متخلفين نعم اصبح المؤمن متخلفا والعاصي واهل الضلال هم المتحضرون الذين لا ينبغي ان نتكلم عنهم هم فقط من يستطيعون التكلم عن المؤمنين والاستهزاء بهم فاحدى وسائل اتباع الشيطان ان يلهو الناس عن دينهم بالرقص والغناء وهذا ما نراه اليوم من بعض المسلمين الذين يتراقصون ويتمايلون امام الكاميرات متناسين ان الله يراهم فيا بأسنا ان يرانا الله نعصيه واحدى تلك الوسائل تطبيق يدعم يوزكلي للأسف افعال مخيمة لا يمكن ان يفعلها مسلم مؤمن ففي ديننا الحجاب للستر والعفا الا ان ما نراه من بعض الفتيات في ذلك التطبيق افعال تسيء للحجاب هداهم الله بل حتى الشباب قد تخنثوا فوالله ان النساء تستحي من ما يفعله الشباب من تمايل ورقص في ذلك التطبيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فننصحكم بالعودة الى الله عز وجل فوالله ان الاسلام لا يموت بل تموت قلوبكم ويبقى الاسلام فان ذلك التطبيق نجح في اغوائكم ونزع العفة من النساء والرجولة من الشباب والله المستعن فتوبوا الى الله وعودوا الى دينكم ليعود لكم عزكم ترجمة نانسي قنقر